أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 554 لسنة 2021 بتعيين نائب بمجلس الدولة وبعض السادة المستشارين وكلاء بمجلس الدولة والقرار رقم 555 لسنة 2021 بتعيين بعض السادة بمجلس الدولة وقرار رقم 556 لسنة 2021 بتعيين بعض السادة المندوبين المساعدين بمجلس الدولة هذا وقد نشرت الأسماء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس